إلى باكستان حيث لقي خمسة من رجال الشرطة الباكستانية حدفهم وعصيب أكثر من عشرين آخرين اليوم في انفجار قنبلة أثناء مهمة لحراسة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في شمال غرب البلاد قرب حدود أفغانستان جاء ذلك خلال ضمن سلسلة هجمات نفذها متشددون إسلاميون قبل الانتخابات العامة التي تحل في الثامن من فبراير القادم وأعلنت جماعة طالبان باكستان مسؤوليتها عن الهجوم في بيان أرسلاء لوكالة رويترز للأنباء من جهته قال مسؤول في الشرطة إن الانفجار أصاب شاحنة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم لحراسة حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في منطقة باكور القبلية شمال غرب البلاد